انت يا صاحب الذنوب المعاصي يذوقك الله الهم والغم بسبب الذنوب المعاصي هذا يسميه الله في القرآن ايش العذاب الادنى ليش الله يذوقك العذاب الادنى دون العذاب الاكبر عشان ترجع ليش الله يجعل كده عصيته واذا بعدت عنه يجي بقلبك هم وغم هذا يسمونه ويسميه الله في القرآن العذاب الادنى ليه اسمع ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قلنا إذا تبت أول ثمر لك وأول هدية من الله لك يا من تريد التوبة إيش الجنة ما تكفي بس جنة لا زي ما قلنا في أول المحاضرة حتعيش متعة متعة في الدنيا قبل الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات شيخ يا شيخ أنا جالس معك ما صليت العشاء ويعفو عن السيئات جالس معك على جنابه ويعفو عن السيئات نقص الحشيش في جيبي ويعفو عن السيئات زنا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون لواط إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر